السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة وسلام بل بخير اليوم جبنا لكم مقطع يا اخوان كيف تسجلون في موقع روكستار يعني وكيف تربطونه بالايدة حقكم اللي انتم تلعبون فيه بقراند يعني اوكي اخوان وكيف نحمل المهمات اللي انا دائما مثلا نحط رابطها في ديسكريبشن يعني او اي يوتيوبر يحط رابط كيف نحمل من عنده المهمة طيب هذا واحد اثنين كيف نجيب المهمات اللي نحملناها مثلا من المواقع اللي هو موقع روكستار فن من فن نجيبها وبعدين يا اخوان نعرفكم من فن نجيبها وبعدين كيف نجيب شنطة الهايست اي لون من نفس المهمات وكيف نجيبها وبعدين كيف نحفظها وبعدين كيف نقولها على اي لبس هذا ان شاء الله اذا راح يكون في مقطع واحد لليوم وبس يا اخوان لا اطول عليكم في المقدمة اهم شي لا تنسون شي يكون على جميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون متجري يا اخوان وبس هذا اللي كان عندي فقبل نبدأ المقطع لا تنسون النشر والاشتراك اللايك والتس لايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخل نبدأ في اشرح رجعنا لكم مرة ثانية يا حبي الان اباكم تفتحون اي متصفح عندكم في جوجل تفتحون فيه جوجل نبدأ نكتب في البحث تمام اللي هو روك ستار نضغط روك ستار ونضغط على اول واحدة بهذا الشكل ضغطة واحدة طيب حلوين جاتنا قائمة كذا شوفوا في اليمين فوق في الركن في علامة كذا علامة الرجال نضغط عليها كذا تفتح لنا قائمة كذا فيها خيارين sign in و join social club اذا انت عندك السوشال كلوب سجل دخولك وانتظرني الى ان مثلا اذا انك انت عندك social club بس ما ربطته بالايد انتظرني خلاص اذا حين بشرح خطوة اللي ما قيد سوى social club بس يعرف عنه بس ما قيد سوى وممكن يغلط وما يعرف وشيزي كذا راح نشرح كيف نسويه وبعدين وكيف نربطه وبعدين كيف نحمل المهمة خلوكم معاي الان سوي join social club خلاص ضغطنا عليه طيب الان يقول لنا احطوا التاريخ انتم حطوا ايه تاريخ مثلا انا بحط تاريخ مثلا كذا عشوائي مثلا يعني مثلا تاريخ كذا عشوائي بعدين next خلاص نقبل هذه الرسالة بالضغط على الصح خلاص نقبل الشروط نضغط next خلاص الان يا اخوان اباكم تحطون ايميل رسمي يعني مو هو وهمي عشان راح تجيك فيه رسالة وتسوي تحقق اوكي او انك مثلا اذا عندك الاي دي بس مو هو مربوط في social club حط نفس الاي دي حق حط الايميل اللي هو حق الاي دي خلاص نمدي بتحط الايميل حق الاي دي اللي انت تخش فيه عن طريقة سونية عادي برضو نمدي بتربطهم يعني انت كذا تكون ربط الاي دي والايميل بنفس الايميل يعني يكون ايميلك واحد اللي هو social club والاي دي يكون ايميل واحد بدل ما يكون عندك ايميلين ايميل للسوشال كلوب وايميل للاي دي خلاص مفهوم مفهوم الان انا احط ايميلي تمام يعني اوكي واكتب مثلا الرقم خلاص كتبنا مثلا الرقم حلوين دقيقة يقول لي ضعيفة مثلا انا بحكي بحط رقم قوية نحط النكنيم مثلا VP X شرطة مثلا F خامسة مثلا يا اخوان خلاص وحط الريجون اللي هو الكونتري الدولة اي ان كان اي ان كان انت فين حط على هذا وعلى كيفك تمام المهم بعدين نضغط على هذا بالصح خلاص وبعدين نضغط next مصبوط مصبوط الان ننتظر خلاص كده يقول انه سجلنا بنجاح في social club طيب الان باقي خطوة اخيرة ننزل تحت وبعدين نضغط continue تمام تمام في الاعدادات اللي فوق ولا شي على كيفكم تريد ترجم وتسول على كيفكم طيب طيب الان فتحت لنا القائمة هذه طيب في اليمين فوق اوكي جانا علامة روكستار كيف مضللة قبل كل شي قبل كل شي نروح يا اخوان عند الايميل مصبوط نروح عند الايميل ونحدث وراح تجينا رسالة حق روكستار عشان نوثق الايميل مصبوط مصبوط الان نضغط كذا عليه بعدين نضغط نفس المتصفح تمام بديني يقول لنا please wait خلاص كذا يكون وثقنا الايميل خلاص كذا يكون صح صح انو وثقنا الايميل هذه اعدادات اخرى يعني تمام علي ما علينا منها اهم شيء وثقنا الايميل طيب نضغط باليمين فوق في سهم على تحت كذا بوريكم بوريكم بضغط لكم عليه او سهم كذا بأشر لكم عليه اللي هو هذا تمام وبعدين نروح على link link account account اللي هو هذا بأشر لكم عليه برضو نضغط عليه زي كذا بهذا الشكل طيب فتحت لنا قائمة بجميع اللي هو ايش المنصات خلاص منصة الاكس بوكس ومنصة البلاي ستيشن واللي هو الويندوز وتويتر وفيسبوك وجوجل وتويتش وامازون اللي يهم نحنا اه اللي هو البلاي ستيشن اذا انت فيسبوك اذا انت معلش اكس بوكس حط الاكس بوكس اذا انت بي سي حط البي سي هذا يخص للكل او يخص لكل هذا المكتب طيب نضغط على هذه بعد ما ضغطنا يا شباب رح يودينا على اللي هو انك تحط الايميل والرقم السري حق الايدي حقك اللي تخش فيه بقران تمام تمام الان انا بحط الايميل يقول لي التالي وبعد انا حط اه كلمة المرور خلاص الان بحط كلمة المرور تمام يا شباب الان ننتظر نحط كلمة المرور ننتظر شوية زي ما انتم شايفين اه راح يودينا بهذا الشكل وراح يقول لنا انك انت بتربط هذا الايميل ومتأكد قل له continue بدنا يقول لك please wait خلاص وبكذا يا اخوان يكون ربطنا اللي هو الايميل حق الايدي بالسوشال كلوب بايميل السوشال كلوب خلاص يعني ايميل الايدي ربطنا بايميل السوشال كلوب خلاص خلاص الان كذا عرفنا كيف نسوي كل شي هذا الان نجي عند مثلا المهمات خلاص نوقف بهذا الشكل يعني خلاص مثلا نضغط هنا خلاص نوقف هنا مزبوط مزبوط طيب انا بروح الان بروح قناتي انا بروح قناتي الان زي ما انتم شايفين دخلت على اي مقطع حلوين وذي حين بسيركم مثال على الشنطة الحامرة اول ما نضغط عليها نضغط على نفس المتصفح اللي احنا مدخلين فيه له السوشال كلوب حق خلاص زي ما انتم شايفين الان جاتنا المهمة بهذا الشكل خلاص كده المهمة انها شغالة مية في المية نضغط جوب بوك ماركت بدني نقول لنا انه هذا اللي سالة دام تجينا نضغط على اي اكس وبكده اضفنا المهمة يا شباب خلاص كده اضفنا المهمة اللي هي الشنطة الحامرة مزبوط مزبوط طيب مثلا واحد مثلا ما كان داخل السوشال كلوب يعني كان مسجل خروجه لحنا بوريكم مثالي يعني انا بسجل خروج مثلا من السوشال من السوشال كلوب طيب طيب الان نرجع مثلا المهمة اللي تحتها اللي هي الشنطة السودة نضغط عليها كده وبعدين نروح نفس المتصفح احنا خلاص سجلنا خروج جانا بهذا الشكل انه الرسالة او انه المهمة ما يشغالها هنا يقول لك اصلا حط ايميلك والرقم السري وحط تاريخ الميلاد اللي وفوق 18 سنة خلاص خلاص الان بحط انت حط اي تاريخ منازم تاريخك الاصلي عادي مثلا اي تاريخ فوق اللي هو 18 سنة مصبوط انا بحط الان زي ما انتم شايفين خلاص وبعدين تفتح معانا المهمة وبعدين نقول لها بوك ماركت جوب خلاص هنا يجيك ساين او ساين ان احنا ساين ان خلاص احنا ساين ان تمام احط الاميل حقي خلاص نضغط لسق خلاص ونحط الرقم السري حقنا تمام زي ما انتم شايفين سوي ساين ان طيب طيب ان شاء الله بس يكون الشرح بسيط وسهل وان شاء الله ما يكون طولت عليكم وبكذا خلاص انضافت معانا المهمة نضغط كذا وبعدين اكس بعدين اكس كذا يعني انا اقول لكم اكس تمام انتم مشوا الحال اللي هو نضغط كذا بالضغط بالاصباع يعني كذا نضافت معانا المهمة ان شاء الله يكون نشرح يا شباب افادكم وان شاء الله يكون ما طولت عليكم ان شاء الله ما يكون في اي غلط الان يا اخوان رح نتنقل عند السوني عشان نوريكم من وين المهمات والان رجعنا لكم مرة ثانية بعد ما علمناكم كيف تسجلون في روكستار وكيف تربطون الحساب وكيف تحملون اي مهمة وكذا يكون كمان انفتحت عندكم السيارة المجانية بتصير عندكم ببلاش اللي عنده بفلوز بخمسة وتسعين ألف بتصير عنده ببلاش بس حب اوريكم عش سريع كذا طيب اه زي انتم شايفين تصير عندكم ببلاش خلاص فاناك ربطت ال id بال social club تمام تمام طيب احنا اللي همنا الموضوع اصلا اللي هو كيف نحصل المهمة اللي حملناها نروح online بعدين job بعدين play job وبعدين ثانية كلمة اللي هي book market خلاص خلاص تحصلها في التين دمش مثلا مهمة السباق تحصلها في الرئيس زي كده فامين تمام تمام اوكي ننزل تحت 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 عند هذه الكلمة last team outstanding خلاص نضغط بنين x زي انتم شايفين انا محمل اه كم مهمة شنطة يعني محمل المهمة اللي هي شنطة ال hiist البرتقالية و ال yellow الصفرة وال purple البنفسجي وال black الاسود والرد الحمرة خلاص انا محمل هذه الشنطة طيب بعد ما حملناها وعرفنا وين مكانها خلاص كل ما عليك خلاص اول شي اول شي اول شي تشتري اللي هو البراشوت تمام نشتري البراشوت عشان البراشوت اذا ما اشتريته ما رح تطلع لكم او ترسل معاكم الشنطة خلاص نشترون البراشوت تمام بس تشترون الشراء انه يكون عندكم هنا في ذا المكان مصبوط style بعدين براشوت يكون عندكم في هذا المكان مصبوط مصبوط تمام الان بس نحط اللي هو اهم شي يكون last location طيب بعد ما حطينا زي كده نضغط start online job play job وبعدين book market وبعدين عند المهمة ونروح مثلا عند الشنطة الحمراء نضغط x x ارسبن وارجع لكم والان رجعت لكم مرة ثانية ورسبنت في المهمة الان نبدأ المشن بشكل طبيعي وما نضغط في اي شي ولا نغير في اي شي نضغط play طيب الان نضغط replay طيب يا شباب الان رسبننا بهذا الشكل حلوين حلوي نعلق على التشبات ونروح الكلمة رقم اربعة اللي هي style وبعدين نروح الكلمة رقم اللي هي عشرة وبعدين نضغط x مرتين نخلي اللاعب يرقص بهذا الشكل بعد ما رقص اللاعب نضغط دائرة دائرة ونرفع الجوال x مربع x والان راح نرسبن في السيرفر ان شاء الله بالشنطة وزي ما احنا شايفين يا اساطير رسبننا بالشنطة الحمرة الان كل اللي علينا نحفظ الشنطة نروح عند محلة الأقنعة يا حباب يلا بروح محلة الأقنعة وارجع لكم مرة ثانية وارجعنا مرة ثانية يا حباب عشان نحفظ اللبس وارجعنا وارجعنا ونضغط هنا سامين أصلا ما راح نبدأ نضغط عشان نقدر نحفظ اللبس لازم نرتفع في الجو ونصقع في محلة الأقنعة عشان نقدر نحفظ اللبس على الشنطة أو اللبس مع الشنطة تمام نرتفع كذا أوكي انتم تسووا معايا كل الطرق دي خلاص بعدين مثلث حلوين وبعدين راح نشغل كذا ونفتح البراشوت بالإكس خلاص وبعدين راح ناخذ كذا لفة بسيطة تمام لفة بسيطة كذا أوكي بعد ما أخذنا اللفة البسيطة هذه الآن نروح بهذا الشكل ونحفظ اللبس على الشنطة بهذا الشكل وبعدين نضغط هنا سهم يمين خلاص وتنحفظ معانا اللي هي الشنطة نحفظها على اللبس اللي احنا رسبنا فيها الشنطة وبعدين نروح ونضغط رسبنت معانا الشنطة مع اللبس وحفظناها طيب الآن مثلا عندي لبس أبأنقلوا على هذه مثلا مثلا يعني بنقلوا على هذا اللبس حلوين حلوين طيب اللبس لابد أن تحط فيه براشوت تروح عند البراشوت تخليه ON إذا كان OFF تخليه ON يصير تقدر كده تلبسه تمام تمام بعد ما تلبس البراشوت خلاص تحفظ تحفظ اللبس تضغط ساممين وتحفظ اللبس أنا مسويها يا شباب عشان ناشي اختصر الوقت خلاص الآن نروح نرتفع في الجو خلاص أول شي نرجع اللبس اللي فيله الشنطة الحمراء يلا الآن أنا بروح نرتفع في الجو الآن بنرتفع في الجو بهذا الشكل يا حبايبي زي ما انتم شايفين الآن خلاص نرتفع في الجو فوق فوق يا أخوان فوق مرة كده عشان نقدر نحط اللبس أوكي أوكي بعد ما نرتفع كده مثلث بعدين نضغط X خلاص بعدين نعلق والروح على اللبس خلاص على اللبس اللي حطينا فيه البراشوت نضغط عليه بالX خلاص نضغط دائرة 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 حلوين الآن نستنى أو نلف كده خلاص عشان نصقع في محل البراشوت خلاص بهذا الشكل حلوين بعد ما نصقع خلاص يا حبايب زي ما انتم شايفين نضغط سهم يمين ممتاز ممتاز بعدين مربع حلو حلو نضغط على اللبس اللي حاطين فيه البراشوت وظبطنا خلاص يا حبايب نضغط دائرة دائرة وراح يفسخ معانا البراشوت طيب نروح نروح عند اللبس وزي ما انتم شايفين نقلنا اللي هو الشنطة الحمراء من اللبس هذاك اللي رسمنا في الشنطة وحفظنا عليه نقلنا على هذا اللبس ويكون هنا وصلنا نهائة المقطع يا اخوان وان شاء الله يكون اني افدتكم من البداية للنهاية ومعلش انه اذا كان المقطع طويل عليكم وسامحوني وبس يا حبابي يكون هنا وصلنا نهائة المقطع فاتمنوا لا تنسون تنشرون هذا المقطع في كل مكان عشان تعمل الفائدة ولا تنسون شي يكون على جميع الرابط الفلصف ولا تنسون تخشون المجتمع لبظلكم اياه امامكم في الشاشة ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله